تسبب حادث استضام بين قطار وشاحنة في مدينة يوكوهام اليابانية في جرح 35 شخصاً أحدهم مصابته خطيرة حسب ما أعلنت فرق الإنقاذ وشركة سكك الحديد اليابانية وأقلت السلطات في وحدة إدارة الأزمات في المدينة جرح 35 شخصاً في المجموع أحدهم في حالة خطيرة موضحة أن المصاب بجروح في حالة توقف للقلب والتنفذ وهي عبارة تستخدمها السلطات عادة قبل أن يؤكد الطبيب وفته من جهتها تحدثت وسائل الإعلام اليابانية عن شخص عارق تحت القطار وقالت أنه قد يكون سائق الشاحنة وذكرت القناة العامة اليابانية NHK أن هذا الشخص مصاب بجروح بالغة لكن كل الجرح الآخرين إصاباتهم طففة ووقع الحادث على غط يربط بين توكيو والضحية الكبيرة بين محطتي كاناغاو شينماشي ونكاكيدو في ضحية يوكوهاما وتوجه العديد من رجال الإنقاذ والشرطة إلى مكان الحادث حول حطام عربة القطار المتدررة حيث تظهر مشاهد التقطتها مروحية وبثتها قناة NHK عربة القطار في السور محطمة ومقلوبة كما يبدو دخان أسود يتصاعد من الشاحنة شكرا